اشتركوا في القناة مرحبا بكم ايها المشاهدون الكرام في برنامج فتاوى وتوجيهات سأل سائل وقال لقد سبق ان تكلمت لنا عن التوبة وشروطها ولكن نريد ان تبين لنا ما هي الاعمال المساعدة على ترك الذنوب فاقول ايها المشاهدون الكرام بارك الله فيكم اننا مخلوقون في هذه الحياة الدنيا لكي نعبد الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فمهمتنا الاساسية في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي سبحانه وتعالى يستحق العبادة وقد وعد الله سبحانه وتعالى من قام بهذه العبادة بالفوز والسعادة والجنة في الدنيا وفي الآخرة لأن موطننا الاصلي ليس في هذه الدنيا وإنما في الجنة ولكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للأخطار وهناك قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المؤمن حتى لا يصل إلى مبتغاه وإلى موطنه الأصلي ألا وهو الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وما دام أن الجنة سلعة غالية معناها أنه يوجد هناك لصوص وقطاع الطريق يريدون أن يسرقوا السعادة من المؤمن ويريدون أن يصرفوه عن التوجه إلى وطنه الأصلي وفي مقدمة هؤلاء القطاع واللصوص الشيطان الرجيم الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه فقال سبحانه على العموم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الآية وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هؤلاء الناس الذين يستجيبون للشيطان يقعون في التعاسة في الدنيا وفي الآخرة والاستجابة للشيطان الرجيم وحزبه يكون بالوقوع في الذنوب فالمسلم يحذر من الوقوع في الذنوب وقبل أن أبين كيف نحذر الذنوب أبين أن الذنوب نوعان نوع فيه ارتكاب المحرمات ونوع فيه ترك الواجبات كثير من الناس يظنون أن الذنوب في فعل المحرمات فقط ولهذا تجدهم يقصرون في الواجبات ويطركونها ويظنون أنهم غير مذنبين وهؤلاء مخطئون فالذنب قد يكون بترك وإهمال الواجبات والفرائض وقد يكون الذنب بفعل المحرمات والكبايا بل إن القول الراجح من قولي العلماء أن ترك الواجبات وإهمالها أعظم إثما من فعل المحرمات وبهذا نبين غلط وخطأ الذين يتهاونون بالصلاة ولا يفعلون المحرمات مثلا لا يشربون الخمر لا يأكلون الربا لا يسرقون لا يكذبون فيقولون نحن أحسن من الذين يصلون ويفعلون المحرمات نقول له لا كلاكما على خطأ وعلى خطر لكن أنت يا من تتهاون بالصلاة وتترك الصلاة مع إيمانك بها أنت أعظم إثما من الذي يشرب الخمر ويأكل الربا ويسرق ويكذب إلى آخره كلها ذنوب كلها محرمات لكن ترك الواجبات وإهمالها هذا أعظم إثما من فعل المحرمات والوقوع في كبائر الذنوب والسيئات أيها المشاهدون الكرام إنه مما يساعدنا بتوفيق الله على ترك الذنوب أمور منها أن نعلم مخازي الذنوب وسلبياتها فمن ذلك أن الذنوب توقع في الحرمان من الخير ومن العلم ومن الرزق فالإنسان الذي يقع في الذنوب سواء ترك الواجبات أو فعن المحرمات يحرم نفسه من الخير ثانياً الذنوب تؤدي إلى تأسير الأمور الإنسان الذي يقع في الذنوب أموره تتعسر ولا تتيسر ثانثاً إن الذي يفعل الذنوب يعرض نفسه لعقاب الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الآخرة رابعاً إن الذنوب تؤدي إلى ظلمة القلب وذهاب الذاكرة وكثرة النسيان كثير من الناس يشتكون من النسيان النسيان له أسباب كثيرة أعظمها فعل الذنوب إذن من أراد أن تكون له ذاكرة طيبة وقوية فعليه باجتناب الذنوب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي لماذا نرى مستوى التعليم نزل في كثير من المجتمعات في هذا العصر أسباب كثيرة منها الذنوب واختلاط الرجال بالنساء حتى صار التنميذ يهتم بنفسه من أجل الجنس الآخر والبنات يهتمن بأنفسهن من أجل الجنس الآخر وليس من أجل العلم إذن الذنوب والمعاصي تؤدي إلى ظلمة القلب نسأل الله العافية خامسا من سلبيات الذنوب أنها تؤدي إلى رفع البركة إن الإنسان الذي يكون صالحا ويسير على الهدى ويفعل الحسنات ويجتنب الذنوب والسيئات يكون مباركا في نفسه في عقله في ماله في حياته في أهله في كله سادسا إن الذنوب تعرض صاحبها إلى غضب الرحمن نسأل الله تعالى العافية سابعا إن الذنوب تؤدي إلى ثقل الروح والجسم ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى إذا محى ذنوب الإنسان يصير خفيف الروح مبتهجا مصرورا ولو كان فقيرا قال تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذنوب تنقض الظهر أي تجعله ثقيلا تجعل الروح ثقيلة فمن أراد أن يكون خفيف الروح مبتهجا مصرورا مطمئنا فعليه باجتناب الذنوب هذه الذنوب إذا اجتنبها الإنسان فإنه يكون خفيف الروح ولهذا كثرة الاستغفار والتوبة تؤدي إلى التخفيف من آثار الذنوب السيئة أما ما هي الأعمال المساعدة التي تساعدنا على ترك الذنوب و اجتنابها هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل بحول الله تعالى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام بالخير والبركة إن شاء الله تعالى الجواب على السؤال ما هي الأعمال الصالحة التي بها إن شاء الله نجتنب الذنوب قد يستغرب بعض الناس هذا السؤال ولكن لا غرابة لأن المسلم مطلوب منه التوبة لكن مطلوب منه أكثر عدم الوقوع في الذنوب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التوبة من الذنب واجب والاحتراز من الذنوب أوجب فالإنسان يحترس حتى لا يقع في الذنوب كالإنسان الذي يسوق السيارة ماذا يفعل يجعل مرآة أمامه مرآة عن يمينه مرآة عن شماله ويكون قد تعلم القيادة والسياقة جيدا ويكون منتبها ولا ينشغل عن القيادة ويحترم قوانين المرور إذن حتى لا يؤذي نفسه أو يؤذي غيره كذلك الإنسان في هذه الحياة عليه أن يحترس حتى لا يقع في الذنوب فإن وقع غفلة وجهالة وسحره الشيطان وخبطه فوقع في الدم فعليه أن يتوب بسرعة وعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذن أذكر بعض الأعمال التي إن شاء الله تعالى بها يجتنب العبد الذنوب هي وصفة من أحد عشر دواء الدواء الأول العلم وخاصة العلم بالله سبحانه وتعالى ثانيا العلم بأنواع الأعمال الصالحة وما هي الذنوب حتى يجتنبها المسلم ثالثا العلم بالصارفين عن الحق حتى يحذر منهم الإنسان رابعا العلم بأن الله تعالى لا يوجب علينا شيئا إلا لمصلحة ولا يحرم علينا شيئا إلا لمفسده خامسا أن يعلم الإنسان أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر سادسا الإكثار من الأعمال الصالحة سابعا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ثامنا الصبر والمجاهدة تاسعا الانشغال بالحلال عن الحرام عاشرا صحبة الأخيار والحذر من الأشرار حادي عشر الدعاء نأخذ هذه الأدوية بشيء من التفصيل الدواء الأول أيها المشاهدون الكرام بارك الله فيكم العلم لا بد من العلم حتى نعرف كيف نسير في هذه الحياة الدنيا خاصة العلم بالله واستحضار عظمة الله وأنه هو المنعم وأنه هو أهل لأن يطاع ويشكر ولا يُعصى قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا رسول الله أوصني فقال له أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك رواه البيهقي وهو حديث صحيح إذن هذا هو الدواء الأول من عرف الله سبحانه وتعالى كما ينبغي كما جاء في الكتاب والسنة فإنه يستحي من الله سبحانه وتعالى من أن يترك واجبا أو يفعل محرما ثانيا العلم بالأعمال الصالحة ما هي الأعمال الصالحة حتى يفعلها المسلم وهذا يكون بالتعلم وببذل شيء من أوقاتنا للتعلم كثير مننا في هذا العصر خاصة يعلمون كل شيء عن كل شيء إلا الدين تجد الإنسان لو سألته عن الأطعمة يعرف اللباس يعرف الأثاث يعرف السيارات يعرف الرياضة يعرف لكن في الدين معلومات من هنا وهنا آية ممكن لا ينطقها كما ينبغي أحاديث ضعيفة موضوعة هذا خطأ كبير فعلينا أن نتعلم ما هي الأعمال الصالحة ما هي الأجور على الأعمال ومن أحسن الكتب في هذا الموضوع كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منأه بالأحاديث التي ترغب في الأعمال الصالحة وتحذر من الأعمال الفاسدة فيحبذ لو أن هذا الكتاب يدرس في المدارس والمجالس والمساجد في البيوت حتى يعرف المسلمون الأعمال الصالحة فيفعلون ما استطاعوا منها وحتى يعرفوا ما هي الأعمال السيئة والذنوب حتى يجدنبوها إذن من الأعمال المساعدة على ترك الذنوب العلم بالأعمال الصالحة لفعلها وفعل ما استطاع المسلم منها والعلم بالأعمال السيئة والذنوب حتى يجدنبها ويبتعد عنها الدواء الثالث العلم بالصارفين عن الحق خاصة الشيطان الشيطان عنده مداخل وطرق لإغواء بني آدم كثير من الناس لا يعرفونها منها مثلا أن الشيطان يقرب المعصية إلى الإنسان ويسهلها له فيظن الإنسان يقول جيد لقد سهلت كما يقال عندنا بالدرجة هاي حاكمة حكمة هذا من الشيطان فلابد من أن نعرف أعداءنا كيف يخططون وكيف يفعلون حتى يوقع المسلم في الذنوب والسيئات والأعداء منهم أعداء من الجن ومنهم أعداء من الإنسان الدواء الرابع أن يعلم المسلم أن الله تعالى لا يحرم علينا إلا ما فيه مضرة ومفسدا ولا يوجب علينا ولا يحلل لنا إلا ما فيه المصلحة والفائدة وقد يكون في بعض المحرمات بعض الفوائد لكن الغالب أن المفسدة أعظم وأكثر خامسا العلم بأن الدنيا دار ممر لا دار مقر فالإنسان مهما عاش فإنه سيموت من فكر في هذا فإنه بإذن الله سيبتعد عن الذنوب ويكون هذا مانعا له من المقوع في السيئات سادسا الإكثار من الأعمال الصالحة إن الإكثار من الأعمال الصالحة بإخلاص لله سبحانه وتعالى وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى تثبيت القلب وقوة العزيمة وخاصة المحافظة على الصلاة قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بعض الناس يقول إننا نشاهد ناسا يصلون ويقعون في الفحشاء والمنكر كيف هذا نقول له اقرأ الآية جيدا ماذا قال الله تعالى قبل أن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال وأقم الصلاة فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يقيمها المسلم ليست التي يصليها فقط هناك ناس يصلون وبعد العشاء يفعلون ما يشاءون بل هناك منهم من يشرب الخمر بعد العشاء وعندهم مثل كأنه آية لكنه آية من الشيطان ليست من الرحمن بعد العشاء افعل ما تشاء نحن نقول له نعم بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال لماذا تفعل ما تشاء من الحرام فالصلاة فالصلاة التي يقيمها المسلم بالمحافظة على وقتها وطهارتها والخشوع فيها وصلاتها مع الجماعة قدر الإمكان هذه هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر سابعا كثرة ذكر الله فهذا يؤدي إلى أن المسلم يتحصن ضد الشيطان سابعا الصبر عن المعصية المعصية قد تسهل تكون في متنوى اليد عليك أن تصبر وهذا من الجهاد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله رواه الحبان في صحيحه تاسعا إذا أردنا أن نجتنب الذنوب علينا بصحبة الأخيار والبعد عن الأشرار هناك ناس يصلون يطيعون لكن يقعون في الذنوب والمعاصي ثم يقول يا شيخ أريد أن أتوب كيف تتوب لا تستطيع أن تتوب أنت لأنك سترجع إلى المعصية فابتعد عن الأشرار وابتعد عن الذين يجنبونك إلى المعصية عاشرا المسلم يفعل الحلال يشغل نفسه بالحلال الطيب الذي يستعين به على طاعة الله والبعد عن المعصية الحادي عشر من أراد أن يكون بعيدا عن المعاصي فعليه بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى إن لم يعين الإنسان لا يستطيع أن يتغلب على الأعداء خاصة الشيطان فالإنسان يكثر من الدعاء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله تعالى من الذنوب والمعاصي كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك هذه بعض الأدوية وهي وصفة علينا أن نستعملها حتى يحفظنا الله تعالى من الذنوب والمعاصي اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة